أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بادر عبد العاطي عددا من الاتصالات الهاتفية مع النضرائه من دول المنطقة وخارجها وأتأتي هذه الاتصالات في إطار جهود مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة وإجراءاتها لوقف الحرب في قطاع غزة كما بحث عبد العاطي خلال اتصالاته المستجدات في ليبيا ومنطقة القرن الأفراقي والكونجو الديموقراطية والسودان وجنوب السودان وسبل تعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول وتمل اتفاق خلال الاتصالات الهاتفية على استمرار التنسيق والتشاور بشأن الملفات محل الاهتمام كما استقبل عبد العاطي قائد العملية البحرية الأوروبية بالبحر الأحمر سبيتز لبحث تطورات الوضع في حركة الملاحة في البحر الأحمر